ده اللي بيعكس طبعاً إن قد إيه المواطن بقى فيه سيقة الوقت موجودة زائد إنه في فترة الكورونا كنا من دايما منطلع بيانات اللي بيحصل في المشروعات فالمواطن شايف المشروعات شغلة كويس جداً الحمد لله مع اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية وفي نفس الوقت التسليمات شغلة على المشروعات الأديمة اللي كانت متعسرة بسبب الظروف الاقتصادية اللي كانت قبل كده والحمد لله بدأنا نسلم فيها فالتسليمات شغلة وفي نفس الوقت فترة الكورونا توقفنا شوية في موضوع التسليمات عشان نتفادى انتشار العدوى وبعدين طلعنا شوية إجراءات منها زيادة ساعات العمل بالتناوب ما بين الموظفين اللي بيسلموا الوحدات وأسلنا المواطنين على التسليمات على عدد معينة في أيام معينة عشان ما يتزحموش في الوقت واحد فبقيت التسليمات الحمد لله استمرت بشكل كويس وفي نفس الوقت التنفيذ وده اللي بيعكس الأرقام اللي طلعناها في حصاد 2020 التنفيذ المستمر والحمد لله المشروعات شغلة ولسه ان شاء الله مكملين على بعد كيف المراحل الأخرى المستجدة بعد كيف طيب كل ما حدق ذكرت يا بشموندس كمان خليني أقولك انه عشان عشان كمان كان فيه أكتر من فرح جديد احنا برضو مش بنتكلم بس فيما يتعلق بالوحدات السكنية وانه يكون زي ما احنا عارفين انه فيه من الرئيس دائما توجيه انه الاولوية تكون لمحدود الدخل الاولوية انه ما فيش مواطن يفضل عايش في سكن غير آمن أو مكان عشوائي لك خلينا نقول انه كمان كان فيه الحقيقة أكتر من طرح وكلهم كانوا ويمكن بيجوا ورا بعض تحقيق التوازن ده الحقيقة اكيد كان ورا خطة كبيرة جدا من الوزارة انه انتوا تعملوا بالتواريخ وتحديدها وانهي على البنز الأول وتسلموا وما إلى ذلك يهمنا برضو عشان الناس يكونوا عارفة لانه كل مشروع جديد بيبدأ اكيد بفيه فرص عمل جديدة واكيد فيه مستفدين جداد من المصرين منه بالضبط يا فندم مش معنى الاولوية للمحدود الدخل في الاعلانات ان احنا توقفنا عن بقية الطرح لا بالعكس احنا يمكن طرحنا اكتر من تمن اعلانات اخرى لمتوسط الدخل واسكان المتوسط ونزلنا طرح الاراضي بكمية كبيرة جدا لجمعية الانشطة سواء اسكان او خدمات ويمكن ده دانا فرصة كواسة جدا ان احنا اشتغلنا بسرعة اول ما طبعا جات جاعة كورونا في شهر مارس في التحول الرقمي زودنا البنية التحتية التحول الرقمي ده احنا كنا بدأنا سنة 2019 والحمدلله جاء نتائجة جيدة جدا شجعتنا ان احنا نزل اكتر من اعلان في وقت واحد وطبعا ما فيش تزاحهم لان المواطن بيسدد الكتروني بيدخل بياناته الكتروني بيحجز الكتروني حتى كمان يعني كل المراحل بقت الكترونية فبالتالي ده شجعنا كتير جدا ان احنا نقدر نشتغل بالتوازي على مشروعات الاسكان المحدود الدخل ان احنا نطرح فترحنا يمكن ست طروحات الاسكان المتوسط والحمدلله كانت نتائجة جيدة جدا مشروعات ده المصر وسكن مصر وجنة وطرحنا برضو قطع اراضي يمكن في اخر ست سنوات اجمالي الطرح كان تلتمائة وخمسينة الف قطعة ارض للسادة المواطنين اللي هم حابين ياخد قطعة ارضه ويبني بنفس الوحدة السكنية بتاعته او البيت بتاعه والحمدلله كان في حاجة نتائج ايجابية جدا ان الناس كانت بتتجاوب جدا مع المشروع ده بالاضافة لكده حرارك احنا بنبني مشروعات تانية متميزة موجودة في كل المدن بساحات اكبر وباسعار برضو مناسبة في كل المدن الجديدة اللي نشغالين فيها يعني بالتزامن مع الاسكان محدود الدخل كان فيه طرح الاسكان المتوسط الدخل واسكان المتميز بنتكلم احنا قلنا نفذنا السنواتي حوالي 33000 واحدة اسكان متوسط وتنفس برضو حوالي ما يزيد عن 10,000 واحدة اسكان متميز والطرح يمكن حوالي اربع اعلانات اراضي لقطع اراضي بالاضافة الاخر طرح يمكن في الشهر اللي فيه والشهر اللي فات طرحنا في كل المدن اراضي خدمات بداية من 200 لحد 2000 متر و5000 متر للانشطة الخدمية التعليمية والاسواق التجارية والصحية الانشطة الخدمية اللي بتساعد على تنمية المدن الجديدة وبتعمل جذب للسكان ان هم يبقوا موجودين في مكان مخدوم فبالتالي هي الوزارة على نفس السياق شرغالة وده طبعا بيستلزم تنفيذ مرافق بنية اساسية وتنفيذ طرق وطبعا ما توقفناش موضوع المرافق او الانشطة اللي هي الطرق اللي بتربط بين المدن وبعضها يمكن من السنة دي بس منفزين في عشرين عشرين ما يزيد عن 300 كيلو طرق لربط المدن الجديدة ببعضها وتطوير طرق قائمة بالفعل بين المجتمعات العمولية الجديدة فعني وزارة الاسكان شغالة في اكتر من محور بالتزامن مع تنفيذ المدن الجديدة تنفيذ الاسكان محدود الدخل وبديل العشوائيات برضو كان فيه تنفيذ لمشروعات متوسط الدخل ويمكن الاعلان الاخير ده بيتميز بانه قدم خمس انواع من الاسكان نوعين مساحتين مختلفين في الاسكان منخفض الدخل وثلاث مساحات لمتوسط الدخل فالاعلان المرادي بيشمل على تنوع موجود في 12 مدينة جديدة والاعلان المتوسط الدخل في 14 مدينة جديدة المساحات من 75 إلى 90 فده تدد نوع وتخدم طبقة كبيرة جدا من المجتمع في مساحات متوسط الدخل من 110 إلى 120 العدد يا بشمهندس اللي اقبل على انه نفسه ياخد وحدات اسكان طيب احنا دلوقتي العداد الحياة في كل اعلان بتكون ضعف ضعف عدد الوحدات المطروحة ضعف عدد المواطنين المصريين اللي بيتطلعوا انهم يبقى عندهم شقة في المشروع ده هل ده معناه انه هيتم وضع بقى خطة ان يكون فيه امتداد لكل هذه المشروعات يعني اللي حصل عليها اقبال زي ما عملته قبل كده فيه طبعا فندم خطة وضعها خبراء الاسكان في الوزارة علشان احنا متأكدين طبعا الاقبال هيكون كبير فيه خطة موضوعة للاحتياجات وطبعا الدكتور عاصم الجزيرة دي الاسكان باستمرار بيعمل اجتماعات مع الخبراء الاقتصاديين في الوزارة والخبراء الاسكان علشان قبل ما بننزل اعلان وبنجهز لمرحلة تانية للاعلان البعضه وبنبقى درسين الاحتياجات اللي موجودة في المحافظات يعني فيه محافظات اكثر احتياجا اللي هي اكثر كسافة سكانية وفيه محافظات اقل احتياجا ففيه مساحات مدروسة في كل مدينة دلوقتي وفيه مساحات مدروسة للتوسعات يعني احنا طارحين في مثلا 12 مدينة فيه مرحلة اولى مثلا في الف فدان في مدينة بنشتغل فيها في ألف فدان تانيين من سنة بيتجهز لهم مرافق. علشان أول ما نلاقي إقبال كبير من المواطنين نقدر نزود الاحتياج. لو في مدينة مثلا احنا عشوفنا اللي متقدم فيها عشر تلاف على خمس تلاف واحدة. فاحنا محتاجين نزود خمس تلاف واحدة أخرى للعشر تلاف بقية العشر تلاف اللي قدموا. إن شاء الله تباعا لما نخلص الإعلان ده ونخلص مراجعته ونتأكد. لو أخر معاد فيه بكرة يا بشوانس هيبقى فيه إن شاء الله. آخر معاد بكرة. آخر معاد بالضبط الفندم بكرة. آخر معاد. آخر معاد فعلا بكرة لتقديم متوسطة الدخل وتسجيل بينات متوسطة ومنخفض الدخل. فإن شاء الله يعني السادة الحاجزين إن شاء الله ربنا يوفقهم آخر معاد في التقديم بكرة. بعدها إن شاء الله هنخش في مرحلة المراجعة للمستحقين. وبعد ما نخلص المراجعات دي هنعرف أرقام كاملة وحقيقية بقى نقدر نعمل حصر كامل للإحتياجات. وبالتالي بيتم العرض على السيد الوزير والبدء إن شاء الله في المرحلة الأخرى للمتوسطات الجديدة. طيب خليني كمان يا بشوانس أنتقل معاركة الوزئية تانية وهي الفكرة خليني نسميه الفكر الجديد أو الاستراتيجية الجديدة للدولة المصرية في التعامل مع بونة المجتمعات العمرانية الجديدة. وإحنا هنا نتكلم على أكتر من جزء. الجزء المتعلق بالسكن والخدمات والمرافق. لكن كمان فيه الجزء المتعلق بالصناعة والاستثمار. وإن يبقى فيه مجمعات صناعية في محافظات مختلفة. ليها مواصفات معينة. يكون فيه دعم لصناعات بعينها. يكون فيه تحديد إن كل محافظة هيبقى فيها صناعة محددة. يعني حقيقة تخطيط كبير جدا بيحصل على مستوى التنمية العمرانية اللي بتحصل في مصر كلها. حقيقة فإن طبعا فيه دور كبير جدا لخبراء التخطيط في الوزارة. بيخطط كل مدينة. فيه قواعد اقتصادية لكل مدينة. فيه مدينة بتبقى تمتاز بإن هي تبقى فيها مجمعات صناعية زي العشر من رمضان وستة أكتبر وستادات. كل محافظة فيها تمتاز بصناعات معينة. عندنا من الأكبر مدن الصناعية في مصر دلوقتي العشر من رمضان وستة أكتبر وستادات فيها فرص عمل. فقبل ما بنبني أي مجتمع عمراني بيكون فيه قواعد اقتصادية. سواء خدمات صناعية بتوفر فرص عمل وبتوفر الانتقال الآمن للعامل إن هو يقدر أو يعني الساكن إن هو يلاقي فرصة عمل في المدينة اللي هو رايحها. أو خدمات تعليمية زي منت العلمين الجديدة وخدمات صناعية برضو موجودة هناك. عندنا أكتر من مدينة فيها القواعد الاقتصادية بالشكل ده. ففيه من أول خدمات التعليمية والصناعية والتجارية والأنشطة المصاحبة للإسكان اللي موجودة. دي بتوفر فرص عمل بالإضافة طبعا لشبكة الطرق وشبكة النقل ما هو أنا مش هينفع أبني مدينة جديدة من غير شبكة طرق توفر نقل مستريح ومرن للصناعات. تخدم الصناعات. ففيه مدن قريبة من الأماكن الموانئ العالمية والموانئ الجافة. دي قاعدة اقتصادية. فبيكون ضروري إن يكون فيها صناعات مصاحبة وصناعات بديلة موجودة في المكان وبتخدم الأنشطة الموجودة في المحافظة. وفي نفس الوقت بربط الكلام ده كله مع شبكة النقل الجديدة اللي تم تنفيذها بالإضافة لدول ودول إسكان في المساهمة في شبكة النقل الجديدة. وده اللي بيخدمه شبكة النقل الموجودة المرنة الموجودة. وفي نفس الوقت بيكون فيه نوع من الجذب إن الناس تسيب الوادي الدايق وتطلع تدور على فرص عمل في المحافظة المجاورة أو المدينة المجاورة اللي يقدر لقي فيها سكن مريح ومتطور. وفي نفس الوقت ترقي فرصة عمل وتفرصة تعليم لولاده الأجيال اللي جاية بعد كده. طيب. برش مهندس كمان يعني اللي بقى إجراء متبع في كل المجتمع عمراني جديد أو في كل آآ ما كان فيه مجموعة من الوحدات السكنية سواء ذا كان لمحدود الداخل المتوسط الداخل أو حتى الأهلين اللي هما بيسيبوا الأماكن دائمة الخطورة يروح في مكان جديد إنه بقى فكرة الأسواق والمولات التجارية بقت برضو دي موجودة ومحتوطة في عين الاعتبار. هنا المحلات بقى اللي بتبقى موجودة أكتر سواء المطروح. طب المحلات اللي موجودة جوه التجامعات السكنية. هل بيبقى الأولوية إنها تروح مثلا لسكان المكان ولا دي برضو الطرح بتاعها بيحصل إزاي؟ بس حالك هو طبعا كل مدينة في كل محافظة لها تركيبة ثقافية معينة. في مدن أقدر أن أعمل فيها مول كبير ميني مول. أعمل فيها مجمع تجاري كبير وفي ثقافة معينة في المدينة وأقدر أوفر لها خدمات ومواصلات عامة توصل للمكان ده. فيه مشروعات إزكان اجتماعية مثلا ممكن نعملها في محافظة في منطقة ريفية. فثقافة المكان ده إن أنا طبعا هيبقى صعب إن أنا أعمل مول تجاري كبير بالحجم ده. فيه بيكون فيه محلات الطرح اللي بتترحه دايما وزارة الإزكان بيكون لأهل المنطقة. واللي بيشارك عايز ينمي المنطقة بشكل ما أو بآخر. ففيه مشروعات إزكان لو حالك هتلاحزي حتى في الصور دايما عندنا في محافظات. المشروعات الإزكان ما تروح فيها محلات في الدور الأول عشان تخدم أهل المنطقة أو المنطقة السكنية لو كانت مش مقتصة بالسكان مش كبيرة وفيه عندنا مدن كبيرة بتعمل فيها مشروع ضخم. آآ عندي عشر تلاف واحدة. عندي مئة ألف واحدة سكنية عندنا مدينة ستة أكتور منطقة تمام مئة فدان آآ فوق الخمسين ألف واحدة سكنية في منطقة واحدة مقتصة بالسكان. فبنوفر لها من الأول خدمات مراكز تجارية كبيرة يعني تستوعب الكسافة السكنية الموجودة بنوفر مواصلات تستوعب الكسافة السكنية الموجودة. فلوزارة الإزكان بتطرح الكلام ده بشكل مباشر عن طريق أجهزة المدن. سواء مول تجاري أو خدمات أو حتى الخدمات التعليمية حتى الخدمات الدينية. الخدمات الشرطية الموجودة فبيتم تنفيذها والخدمات التجارية للأنشطة المصاحبة للنشاط السكاني بيتم ترحاها بشكل محلات أو مولات وأوقات كمان بني بترح ويمكن الآخر ترحي كان لسه من موافقة رئاس مجلس هاية مجتمعات العرونية الجديدة